تمسكوا بمواقفهم في ظل هذا الوضع الذي لا يشهد أي إمدادات في يوم آخر أسبوع إضافي وشهر إضافي كل يوم وليلة يسعى المحتل الروسي لكسر مقاومة الأوكرانيين في آزافستال كل يوم وليلة يقومون بإسقاط القذائف الثقيلة ويقوموا بقصف المنشآت بالأسلحة الثقيلة ونظم إطلاق الصواريخ المتعددة والهجوم متواصل من قبل المشات الروس المدافعون عن ماريو بول قاموا بالمستحيل وأوقفوا القوات الروسية من التقدم على مداري ثلاثة أشهر مساهماتهم لتعطيل خطة روسيا يجب أن تقدر ولا يقلل نشانها وقد دفعت ماريو بول أعظم الثمن لذلك وعدد القتلى من بين مواطنيها خلال هذه الأشهر يصل إلى حوالي عشرين ألف وهو ضعف ما سقط من ضحايا في الحرب العالمية الثانية بسبب النازية الألمانية والتي أودت بحيث عشرة آلاف وعليه وجب على المعتدي أن يبرهن على ضبط نفس محاولاته للقضاء على المقاومة ويجب أن يشغلون أيضا سقوط المدفعين عن آزاستال على أيدي قوات الروسية وحتى خلال إجلاء المدنيين من آزاستال السابع من آير مايو واصلت القوات الروسية قصة ثلاثة من الجنود الأوكرانيين وأصيب ستة في انتهاك للترتيبات التي تم التفاق عليها الكثيرون في آزاستال أصيبوا إصابات بالغة ولم يستطعوا الوصول إلى أي علاج صدي وهم في أمس الحاجة لهم وبالتالي نعتبر أن عملية الإجلاء يجب أن تتواصل ونطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام بالاستثمار في جهود أكبر لضمان إجلاء المرضى والمصابين من منطقة آزاستال عملا بالقانون الإنساني الدولي ترجمة نانسي قنقر